I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I give you. It's to the point where I love and I hate you and I cannot change you so I must replace you. Easy as said than love and I thought you were. أحبقي مساعد مساعدكم. صحة فطركم. جيداً. أدو اليوم تتم ما بدأت فيه في الحديث عن الجراحة الخمس بصورة بسيطة. أولاً أحبت أقولكم كمان أني سعيدة جداً بأنكم تزيزوا رحلة اكتشاف أنفسكم. هذا يسعيدني جداً أني أشوفكم أنتم تدخلون إلى عمائكم وأنكم توقفوا هذا الوقف ووقفة المراقب الواعي فهذا الشي يسعيدني كثيراً. اليوم رح أكلمكم بصورة سريعة عن المخاوف اللاواعية الموجودة في السلوك البشري بصورة عمّة. ولكن رح نفسفسها حسب الماسك الخاص بكل واحد فانعها. هذه المخاوف الغير واعية نازم تعرفون أنها مخاوف غير واعية. هذه المخاوف الناس هي اللي تلاحظها عليكم. يعني مش أنتو اللي تلاحظوها على أنفسكم. يعني مش أنت اللي تقول آه تينبو أنا أخاف من هذا أو أخاف من ذاك. لا الناس هم اللي لاحظوها عليكم. في الغالب أنتو مش رح تحسوا بايشي يعني رح تشعروا كارنكم لاس عاديين. أنتو سويت. يعني مفيش شعور واعي بالخوف. هذا اللي أحب تقول. مفيش خوف موجود. وإنما هو الخوف موجود في عقلك الباطن. ولكن يظهر من خلال سلوكك. في كل مرة. في كل مرة. مهما كان الموقف. مهما كان الشخص اللي مقابلك. رح تخاف بنفس الطريقة. لماذا؟ لأنه هذا الماسك اللي أنت تعاني منه متعلق بروحك. مش متعلق بنفسيتك أنت كشخص. هو مش ماسك تبع الإيغو. مش ماسك تبع الشخصية. هو ماسك تبع للروح. لذلك الأشخاص كلهم من دون استثناء مهما كانت علاقتك بيهم. سواء كانت أمك أو والدك أو حبيبك أو whatever. سوف نتعامل معهم دائما بنفس الطريقة. المخاف اللي رح نذكرها اليوم. لاحظوا معي. هي أكبر وخوفة موجودة عند الشخص. أكبر. المخاف اللي رح نذكر. من دون استثناء عاننا مخاف كثيرا عانوا منها. يعني نعانوا منها من جراء عدم معرفتنا بالمجهول. كل المخاف اللي عانوا من هالناس من المجهول. دولين كوني. يعني لفات أنك ما تعرفش هذا يشعرك بالخاف. يعني كل القلق وكل المخاف اللي بحيتنا هي في الغلب متعلقة بالمستقبل بالمجهول. أما ما هو ماضي فمهما كانت قساوته إلا ونحنا نعرفوه يعني تعديناه. يعني أنت لو تتذكر أي حادثة ماضية جرات لك بحياتك رح تقول ستي بابير يعني عديتها ما كانتش قوية. ولكن لو نقول لك رح نعمل لك نفس الشيء. نتقول لي لا ما تعمل ليش نفس الشيء. يعني مثلا يستألوك يقولو لك لأدرينا. يعني توفك مثلا زوجتك تقول ستي بابير. لكن لو يقولو لك نقتلو لك زوجتك الحالية متى رح تنخل. أكيد يعني. فإذا الخوف الخوف موجود. موجود على كل أشكال وكل صوره. ولكن اليوم رح نعطيكم مثل ما قلت المخاوف المتعلقة بالماز اللي أنتو تعانوا منه. وهو خوف ثابت. خوف ثابت. دائم. متكرر. ثلاثة صفات عنده. خوف ثابت ديما موجود. سواء كان عندك 16 عام. ولا عندك 26 عام. ما في ولا شي يتغير. دائم موجود. يتكرر. يتكرر في كل يوم. ولا في كل أسبوع. ولا في كل شهر. موجود دائم باستمرار. يعني هناك. مثل ما قلو الكرونولوجيا في الوقوع. كل ما حدد كده رح نتصرف كده. وهناك الاستمرارية. هما ينقطعش. هما يروحش. يروح في حالة أحدى. لما أنتو تدخلوا في حالة صحواروحية. لما تغيروا من جلدكم. وتصبحوا شخص واعي. كما بديتوا تعملوا. دبعا. علش راني فرحانة. أنكم بديتوا تخرجوا من ثوب الضحية. الضحية التي يفعلوا بها. وراكم أصبحتم شخص أو أشخاص. وعيين ورقبوا ما يفعلون. وما يقولون وما يسلكون. كما قلت لكم. كل ماسك رح نعطي الخوف المرافق له. وجود تكرر الخوف هو نسبي. يعني. يعني نسبي لما نقول نسبي. يعني كان الرفض مؤثر عليه بصورة بالغاء. وراح يبان على جسمه دباخ. لما تشوف جسمه. جسم مرفض. جسم ضعيف. بعينين باهتتين. في الغالب يكون. الناس هذه يكون دايما عندها أمراض دموية. أو أمراض فيزيولوجية قديمة. مثل الأنيميا. فقر الدم يعني. أنسيتسويت. فجسم المرفوض دايما باين. صوته ضعيف وجسمه ضعيف. مكي. ولكن الخوف النفسي. اللي مسيطر عليه. الخوف. لما نقول مسيطر عليه. هذا لا يعني. مثل ما قلت. حضوره باستمرار. يعني كما قلوا. النسبة تتغير من الشخص الآخر. ولكن الخوف. أكبر خوف موجود عند المرفوض. أو عند الهارب. هو البانيك. هو يخاف من البانيك. هو لا يشعر بذلك. ما يعرفش. هو لا يشعر بذلك. لماذا؟ لأنه يهرب. هو يهرب. قبل البانيك. بلحظات. قبل البانيك. يعني. قبل البانيك. في حالة بانيك. فهو بمجرد ما توصل إشارة المخو. أنه رح يدخل في حالة بانيك. يروح. يهرب. ببساطة يعني. لذلك ما يواجهش. ولذلك التخاتمون عنده. أو العلاج عنده. هو المواجهة. لا فخانط ما. أن نواجه أمورنا. ومشاكلنا. وحياتنا. والأشخاص. والمواقف إلى آخرين. الخوف هذا دايما يحصل له بسرعة أوتوماتيكية. يعني ما عندهش أوكين كنترال عليه. ما عنده حتى كنترال عليه. يعني بمجرد ما توصل مثل ما قتلكم الإشارة للمخ. يهرب. يقطع. أو يعمل بلاك. أو يخرج من المكان اللي يسبب له الأزمة. المهم أي موقف يسبب له هذا الفانيك رح يتركه. سيترك الموقف الذي كان فيه معلقا. يعني open. ما يغلقوش. ما يغلقش المشكلة أو الموقف هذا يخليه مفتوح. يخليه على نفس الحال الذي تركه عليه. يعني ما يحبش يواجه. ماذا سينجموا عن هذا الموقف؟ ماذا سيترتب عليه؟ سيترتب عليه كذا. ما يحبش هو يعرف هذا الكذا. فيخلي الموقف مفتوح ويهرب ويروح. أمكي؟ وكأنه ببساطة يقول أنا سأترك الأمور كما هي. أنا مش قدها يا. أنا مش قدها. شوفك يا فعب. ده فانتيسة. أنا مقدرش. يخلي الأمور مثل ما هي. ويحط الماسك متاعه. ألا وهو الهروب ويروح. ببساطة. وأكيد هذا السلوك يسبب مشاكل كثيرة في حياته. يسبب مشاكل مع الأفراد أو مع الناس المحيطة به إلى آخرين. إذن الخوف الأكبر عند الهارب أنه يهرب من أي موقف يسبب أو هو مصدر لأن يكون أحد مناطق البانيك لديه. أوكي؟ لماذا؟ لأن هذا الموقف سينقله إلى مناطق بداخله هو لا يعرفها ولا يريد أن يعرفها. ولذلك في الغالب الفياغ يخاف من الحب. الهارب يخاف أنه يقول لنفسه أنا نحب هذا الشخص. يفضل يقول لنفسه أنه ما نحبش أنا ما نحبش هذا الشخص. حتى ماذا؟ حتى يهرب من هذا البانيك ويهرب من هذا الخوف. ويبقى دون سازون دي كنفار يبقى عايش في منطقة الأمان ديالو. أوكي؟ إذا كان أمامكم الهارب راح تلاحظوا أن حدقة عينيه توسعت قبل البانيك. وأن حركاته طربت يعني مثلا ممكن يحكي ديه بدون توقف. أو يوقف هكذا بصورة مفاجئة يتكلم معك حتى يوقف. يوقف في كوان ما نعرفش. يوقف ليوحي لك بأنه راحل يعني رايح. أو تشوفوا رجليه يعني يتحركوا بصورة خفيفة بصورة مضطربة يعني. يتحركوا بصورة إنعكاسية شرطية. يعني شفتوا الرعشة اللي تحدث للشخص لما يخاف نفس الشيء. إذا لم يكن أو إذا لم تحدث له هذه التغيرات البينة الظهرة يعني. راح يبان عليه القلق. يبان عليه القلق يشوف أغوشة ضغوات. يبان عليه القلق ونفاذ الصبر. يعني أي شيء يكون يعمل فيه يحب يكمله بسرعة. يحب دائما يوصل للنتيجة قبل الوقت. قبل ما يشوف العمل أنه اكتمل. هذا هو المشكلة يعني. فإذا إذا مثل ما قلت ما بنشع لهذه التغيرات الواضحة. راح يبان لكم أنه مقلق. وحيبان أنه صبره قد نفذ نفذ. وأنه يتأهب إلى الذهاب أنه يعني يماشي راحل. أوكي؟ في الغالب يعني في الغالب الهارب مهما كانت الظروف. ومهما كانت الأحوال. يعني ما حتى ولك أنت أو كنت معه في أكبر علاقة ود. وأكبر علاقة حب وأكبر علاقة تفاهم. لما قبل ما تحصل له البانيك راح يفجر أزمة بصورة مفاجئة. أوكي؟ يعني يعني يخلق لك مشكلة. بصورة مفاجئة. هذا إذا كان معاك راح تشوف تغيرات فيزيولوجيا. إذا كان مش معاك نفرضه أنه مش معاك. المثال الثاني. مفرضه أنه مش معاك راح يخلق لك مشكلة مفاجئة. يعني أزمة هكذا بصورة مفاجئة. ويوجد سبب أنه يتشاجر معاك ويقول لك مع السلامة. يعني ما عايش تكلمني من فضلك. وممكن أنت ما زال ما كملتش كلامك وما زال ما شرحت لهش. أو ما زال ما عرفتش مفهمش الأسباب اللي دخلته في هذه الحالة. ولكنه يكون غلق الخط مثلا. لماذا؟ لأنه يحب يغلق الخط قبل ما توصل لحظة الفانيك. هذا الحالة الأولى. حالة الهارب. الحالة الثانية هي حالة المتعلق. المتعلق يخاف من الوحدة. الحالة الأكثر تعقيد هي الحالة الأولى. لذلك ممكن تخذت فيها أكثر وقت. الابندوني أو الشخص اللي يتعرض للترك أو المتعلق يخاف من الوحدة. هو ما يشوف شذا الخوف. هو ما يلاحظ شذا الخوف. لماذا؟ لأنه دايما محاط. هو عمره ما يبقى بحياته ما يبقى بوحده. ما يحملش أنه يبقى بوحده. فإذن هو دايما محاط بأناس. وبعلاقات. أو مثلا بحظة راديو. أو تلفاز. أو شيء يكتبه. أو شيء يقوله. المهم أنه يكون عنده مرافقة من أي شيء أو أي نشاط أو أي شخص. المهم أنه يبقى بوحده. لماذا؟ لأنه يخاف. هو يخاف جدا أن يترك لوحده. أن يبقى لوحده. المتعلق. المتعلق ما يقدرش يعيش بطاقته بوحده. يعني مثلا ما يقدرش يروح للسوق بوحده. أو يكارفور هكذا يشري بوحده. أو يتمشى بوحده. ما يعملش هذا الشيء إلا إذا ادخل في صحوة روحية. قبل الصحوة روحية ما يعملهاش. يعني دايما ايكمباني. دايما يحب يكون ايكمباني. يعني ممكن يروح وحده في حالة وحده. إذا ملقى حتى حد يروح معه. إذا موجد حتى شخص يروح معه. فذلك حالة يعني يروح وحده. هو لما يحس يروح وحده. يروح يكلم شي حد مثلا في التليفون. أو يعمل شي نشاط. أو مهم الهدف الأساسي من هذا النشاط اللي يقوم به. أو المصدر لهذا النشاط هو خوفه من الوحدة. لذلك في الغالب المتعلق ما يحبش يعمل تأملات. ننبا ميديتي المتعلق ما يقدرش يميديتي. لأنه عقله يبقى خدام. عقله يبقى شغال. فهمتوني؟ لأنه الميديتيشن توقفه أمام نفسه. بوحده. يحس روحه بوحده. وهو طاقته كإنسان ما تسمح لهش أنه يبقى بوحده. المتعلق قد يدخل في علاقات كثيرة جدا. يعني مجيس بوخسة كمبانية. يعني برك ما يبش ما يقعدش بوحده. يدخل في علاقات كثيرة على سبيل الإحتياط. يعني حتى ما يبقاش بوحده. يقول مثلا إذا مشات وحده أو ثنين رح تبقى الأخرى معايا. هذا ذلك يعني رجل. والمتعلقة كذلك. نفس الشي يعني ممكن تولي متعددة علاقات. المهم أن لا تبقى من دون شريك عاطفي أو من دون رجل. الخوف الخاص بالمازوشيس هو يخاف المازوشيس يخاف من الحرية. ما يحبش ما يحبش الحرية. ما يحبش الفكرة أصلا أنه يبقى حر. أو أنه يعطوه لا يحب الحرية بسبب المعوقات التي خلقها نفسه. ولذلك بصورة غير واعية هو لا يقرر. مازوشيس عمرو لا يقرر وحيد. دائما يحب يستشير الناس. أو يحب يتشارك مع الناس في القرار. لا يحب أبدا أن يترك حرا في أخذ أي قرار. يعني لو تقول مثلا أوكي أنت خير لي مثلا اللون اللي يشريح. حتى اللون شي بسيط. يقول لك لا لا أنت اختاري. أو ما اختارش. لأنه مثل ما قلت لكم الآن الناس ينبالا رسفونسابيليتي دو سيشواء. ما عندهش أسيد استيم دو سواء. ما عندهش تقدير كافي النفسه. وما يعتبرش نفسه أنه أهل أنه ياخذ قرار. في مكان آخر ولا حتى قرار النفسه هو. مثلا نطي لكم مثل آخر. المازوشيس دائما هو الذي يترك. يعني هو الذي ينفصل عنه. ما هو ما يقدرش يتقرر انفصال عن شخص ما. يعني يخلي الناس يتقرر مكانه. يعني في علاقة مثلا مثل ما قلت الآن. وإن لم يكن سعيدا في هذه العلاقة. أو لم يكن مرتاحا. مش شرط سعيد. حتى ولم يكن مرتاحا. ولم يكن مرتاحا في علاقته. مش هو اللي رح يقطع. ما يقطعش. دائما يخلي الطرف الآخر هو الذي يفعل. هو اللي يخذ القرار في مكانه. مثل ما قلت لكم. لأنه ما عندهش استيم دوسوا. ما عندهش. ما عندهش. ما عندهش. تقدير كافر نفسه. وكنتو سألتوني على العلاج. وجي بانس. جي بيان كامانتا. شفت تعليق. وحدة قتلي قتلي الضمتيني. قتلي الضمتيني. لأنها شعرت بالظلم. لأنني لم أتكلم عن الإذلال بصورة كافية. أنا عملت يا سيدتي الفاضلة. عملت أوديو عن الإذلال موجود بقناتي. سأذهب فيه. هذه واحدة. وثانيا العلاج ما زال ما بديتش فيه. أنا قلت لكم حتى نكمل. قال لي بلسور. كين كين من نتحدث عليهم. وتفهموهم. لأني لاحظت أني لما نمر للنتائج. الناس ما عرفتش الأسباب. والناس ما فهماش. فنحبكم تفهمو دبا. من أنتم. وتحددو. بعدين نمرو للعلاج. داكور؟ داكور. . فقلت المازوشست لا يصقص burning. كافية نفسه فلذلك دائما يعجز يعجز عن اتخاذ اي قرار خاص به هو في الغالب في الغالب النقص هذا رح يتجلى على كل الامور رح يتجلى في الحياة العملية ورح يتجلى في الفضاء العائلي او الفضاء الشخصي ولذلك رح تشوفوا انه المزوشيس يخاف من الاماكن الواسعة يخاف من الناس المتحررة جدا ويخاف من الناس الوعية محبش يتعامل مع اشخاص وعية او ذكية لماذا لانه دائما يحسروحه انه اقل منهم وفي الغالب هو يخاف انه يتكلم في الاماكن اللي فيها ناس او جمهور يسمع له وهو حتى في مجالس الاصدقاء قليل الكلام رح يكون دائما الشخص الذي يجيبه حين يسأل معادي ذلك ما عندوش الانسياتيب المبادرة ما عندهش وفي الغالب لما يتحدث دائما عنده قلة ثقة في نفسه ودايما يتساءل الف مرة في ذهنه وهل انا مخطئ في ما سأقوله يعني قبل ما يخرج الكلمة يحسب لها الف حساب الكنترولر الان الكنترولر يخاف من الديسوسياسيان وانا لما ترجمتها لقيتها تفكك وانا عرفش اللي كانت كلمة صحيحة ويخاف من الانكار الكنترولر بسبب هذا الخوف يخلق الكثير من النزاعات والمواقف الخلافية والمشاكل يعني يلي توطن ان كامفلي مع الناس دائما في خلاف مع الناس لماذا؟ يعني سي بزاغ انه شخص يخاف من الانفصال ينفاصل على الناس او يدير لهم مشاكل لانه يحب يختبر نفسه ويختبر الناس دائما الكنترولر واضع نفسه في اختبار وواضع الناس اللي بحثه او الناس اللي في محيطه في اختبار لماذا؟ حتى ما يكلمش حد ببساطة ولم يحبش يكلم حد ويدي التلميض الكنترول يعني مسيطر على علاقاته ومسيطر على حياته ولم يحبش يوقع فيما يسمى بلحظات الضعف او لحظات المسيطر عليه انه باسفير ضمينيف على ذاته لم يحبش الناس يسيطر عليه وانما الكنترولر الكنترولر في الغالب حتى في علاقاته الجنسية ما يحبش يسيطر عليه فلذلك يعني الكنترولر العمره ما يكون مرتاح لما يمارس الجنس دائما عنده افكار تخليه يقول ما لازمش الشريك يسيطر عليها جنسيا فما تنتظروش ان اذا تلاقيتوا جنسيا مع الكنترولر ما تتصوروش انكم لحين تلاقيوا شخص مرتاح لا لا دائما يبقى في هذا الحالة في حالة الصراع مع نفسه مع الآخر فإذن قلت الكنترولر إذن يخاف من الإنكار أو من قلة التقدير عند الناس ويظل دائما يختبر في نفسه ومن خلال الآخرين فلما يتقابل مع موقف لا مش يتقابل فلما يتواجد مع موقف او شخص قابل انه يفعل عنده هذا الجرح يدخل في بعضه يعني يرتبك ويبدأ يخلق المشاكل حتى ماذا؟ حتى يبعد هذا الشخص او هذا الموقف الذي سيضعه في الحرج امام نفسه انه الكنترولر ما يحبش يفقد السيطرة يحب دائما يبقى في الكنترول فهو لما مثلا يحب انفرده انه يحب هو يعرف انه يحب يعرف انه يحب انه الكنترولر الشخص قوي نفسيا لاحظوا فهو يعرف انه يحب ولكن ما يقولش للشخص اللي معاه انه يحبه لماذا؟ لانه يخاف انه يسيطر عليه من طرف حبيبه فما يقول هالوش واذا قالها نفرض انه قالها فرح يتراجع عليها بالسلوك بعد ايام ما معنى ذلك تقولولي يعني ممكن لو تعرفك اليوم انه يحبك ولكن سلوكاته كلها بعد ثلثة ايام ولرب ايام كلها سلوكات مش ملاحة كلها سلوكات جافة والسبب في ذلك ما هو هو انه هاداك الاعتراف اللي قام به شعر بالذنب من انه قام به فحب يخلط شوية في ذاك الاعتراف حتى الشخص الثاني ما يتأكدش انه يحبه فهمتون يا جماعة يحب دايما يشكك الاخر يشكك في قدراته ويشكك في حبوليه ويشكك في عواطفه ويشكك في نفسه مش بغرض سلبي هو مش نرجسي هو رومانسي يحب ولكنه ما يحب بش الحبيب يسيطر عليه هذا هو الانكو سومودو ف كل ما تحط كل ما تحط في مواقف فيها انكار ليه او لجهوده هو كشخص او لشخصه هو كفرد اجتماعي او لحبه هو كإنسان او كعاطفة او كحبيبة يعني هنا رح يدخل في حالة مربكة نعطيكم امثلة اذا جاهلتوا الكنترولر وهو يحبكم رح تشوفوا منه قمة التجاهل اذا انكرتم حبه وهو اعترف به يعني هو قالكم انه يحبكم فسينكر كل ما كان بينكما في لحظة يعني في دقيقة يدور عليك وكأنه لم يكن واذا انتقدت شخصيته رح يثور عليك يثور في وجهك ويرد عليك انتقادك ولو كان يحبك ولو كان هذا الانتقاد سليما يعني انت تقول له شي موجود فيه انت عامل هايك يقول لك لا انا مش عامل هايك وينتقدك انت يد عليك النقد ويخرج لك عيوب المهم انه الكنترولر ما يحبش النقد يخاف من ان ينتقد وممكن على حساب الشخصيات ممكن يحقض عليك يعني انت بعد ما تنتقده يحقض عليك ويخرجك من دائرة احبائه او من دائرة النص الكريب عليك طيب وصلنا الاخر شخص على وهو الجامد الجامد يخاف من المشكلة اللي يعاني منها هو هو بارد هو بارد تشوفه بارد اينيه باردين السلوكه بارد شخصيته باردة يعني هو في الحقيقة احيانا للاسف الشديد من قوسين هذه الكلمة هو يثير العاطف عند الناس يعني طيب قلمي ما تقدرش تحبه تقدر فقط تعاطف عليه يعني يعني انت كمرأة لا يمكنك ان تحبينه في اي حال من الاحوال لا يمكنك سوى ان تعاطف عليه وتقول المسكين ريال حال ولكن هو ما يشوفش رهب هالطريقة الجامد يشوف روحه انه يعمل كل شي حتى كل شي يكون تمام ولكن الناس مش بقدرة الناس ما تعرفلوش يقولك انا يعني ايام واو ولكن الناس ما يعرفوا ليش الحقيقة انك مش كما تقول فالجامد اذا يخاف من البرودة من برودة العواطف ومن برودة الناس وهو لا يعترف ابدا بانه بارد لانه شايف روحه وشايف نفسه انه شخص ممتاز محب وساخن عاطفيا شلغو يعني لانه يفعل كل ما بوسعه حتى حتى الامور تكون مناسبة وتكون متناسقة يعني حولوا معاهم مع الناس لذلك نجده دايما هو اللي يحذر المواعد هو اللي يحذر السفرات هو اللي يختار بعناية مثلا الفندق اللي راح الفندق اللي راح تبقاه فيه او كل الظروف ويختار او يوجد كل الظروف المناسبة سواء في العمل او في حياته خاصة لذلك الجامد في الغالب في العمل تصيبه او توجده دايما هو الاول هو اللوغل في العمل في جروب معين توجده هو اللوغل هو احسن من يتقن عمله ويتفانى فيه وهو اوفى الناس لاصدقائه هو صديق وفيه كل هذا ناجم عن جرح الخيانة اللي تعرض له او اللي عانى منه هو صغير الجامد دا يصبح مرتاحا او لن يترك الماسك يعني للاشخطاب خيز الا اذا دخل مرحلة كبيرة من مراحل الوعي الروحي وللأسف كل محيطه راح يشوف انه كلاسيكي وانه جامد وانه سلوكه جاف يعني كل سلوكاته جافة ولما مثل ما قلت لما الناس تقرب منه راح تتعاني تعاني من هذا الغجيدتين في السلوك من هذا التحجر في السلوك او في المعاملات ولكن فرح تشوفوا منه اسوأ الوجوه اسوأ السلوكات واشرتها على الاطلاق وهو من الاشخاص اللي يحب ينتقم وياخذ بثأله يعني ما ينساش هو من الناس الحقودة في الغالب احبائي طولت و الحمد لله انيكملت المحتوى حمد لله انيكملت حمد لله انيكملت ومصبت ثلاثين دقيقة تحياتي ليكم سلام